السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم حبيبي يا رب كلكم طيبين وكخير وأهلا بكم جميعا في قناتي مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضركم فيديو خاص بالصف الرابع لكدائي في مادة اللغة العربية هنحلم مع بعض أسئلة سلاح التلميذ على نشيد بلاد إسلامي بطرقة بسطة جدا وسهلة قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني بأكبر عدد من اللايقات للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرز على علامة الكل عشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هننزلها إن شاء الله وتابعوا الأسئلة للنهاية حتى لو مش معاكم كتاب سلاح التلميذ استفادوا من كل الأسئلة اللي الكتاب عرضها معاكم بأسطول بسطة جدا ومميز في بداية الأسئلة بيقول لي أول حاجة نشاط رقم واحد ضع علامة صح تحت الصورة التي تعبر عن مصر أول صورة بتعبر عن مصر طبعا صورة برج القاهرة والأهرامات وبالهول وصولة تمثال توت عن خامون دي اسمها الصور اللي بتعبر عن مصر أو النشاط التاني بعنوان استنتج من الصياق معنى الكلمة الملونة ثم تأكد من المعجم كالمثال والسؤال ده مهم جدا وعايزاكوا تركزوا فيه لأن السؤال ده هو نفس النظام بالسؤال اللي بيجولكوا في الامتحان جايب لكم كلمة الشرف وكلمة يظلم وكلمة أصحاب القرم وكلمة وقت وكلمة الأوائل وعايز ناخد من الكلمات دي وابدأ أعرف معناها من خلال جمل مش موجودة في النشيد أصلا أول جملة بيقول لي يقتضي المصريون بآبائهم الأولين ومعنى كلمة الأولين معناها الأوائل ودي كلمة مهمة جدا ودي معاني الكلمات اللي أنا عايزاكوا تحفظوها على النشيد الجملة التانية بتقول لي تنتهي الحصة حين سماع صوت الجرز كلمة حين معناها وقت معنى كلمة حين معناها وقت كلمة مهمة جدا معنى كلمة حين معناها وقت النبل والشجاعة من الصفات الجميلة كلمة النبل معناها الشرف معنى كلمة النبل معناها الشرف وكلمة مهمة جدا الكرام يساعدون الناس دون انتظار مقابل معنى كلمة الكرام معناها أصحاب القرم معنى كلمة الكرام معناها أصحاب القرم ومفرط الكرام الكريم ركزوا فيها لا يعتدي المصري على جيران كلمة كلمة يعتدي معناها يظلم كلمة يعتدي معناها يظلم وجي أهم معاني الكلمات اللي عايزةكم تكونوا عارفينها الأولين معناها الأوائل حين معناها وقت النبل معناها الشرف الكرام معناها أصحاب القرم يعتدي معناها يصدم دي أول أسئلة موجودة عندي في كتاب سلاح التلميذ في صفحة 42 هتناعي معكم على الأسئلة الموجودة داخل شرح الأبيات بيقول لي السؤال الأول لمن أرسل الشاعر تحياته في البيت الأول الشاعر أرسل تحياته في البيت الأول لمصر وأهلها دي أول سؤال أرسل الشاعر تحياته في البيت الأول إلى مصر وأهلها نكتب مع بعض هوت وحله معايا أرسل الشاعر تحياته في البيت الأول إلى مصر وأهلها ده أول سؤال السؤال الثاني بيقول لي فيه بما يتميز الشعب المصري كما فهمته من البيت ده السؤال اللي بيشرح في البيت الثاني الشعب المصري بيتميز بالنبل والعلم والدين والأخلاق الكريمة او جاية موجودة في النشيد او في البيت التاني اللي الشاعر بيشرح فيه انا هكتب النبل والعلم والدين السؤال التالت في البيت التالب بيقول لي بما وصف الشاعر اهل مصر في هذا البيت وصف الشاعر اهل مصر بالكرام واحنا قلنا معنى كلمة الكرام معناها اصحاب القرام البيت الرابع بيقول لي كيف يوفر الجيش المصري السلام السلام لمصر الجيش المصري بيوفر السلام لمصر ازاي أنا هقول الإجابة بطرقة بسيطة جدا هنقول بيدافع عن أرض مصر ولا يعتدي على أحد دافع الجيش المصري أو يجي يقولك أسكر الدور الذي يكون به الجيش المصري لمصر أول حاجة أنت هتقول بيدافع عن أرض مصر ولا يعتدي على أحد السؤال الأخير اللي هو بيعبر عن البيت الخامس بيقولي ماذا يتمنى الشاعر لمصر في البيت الأخير الشاعر بيتمنى المصر في البيت الأخير أن تعيش فيه سلام دي أول الأسئلة اللي موجودة في شرح الأبيات هنتنقل بقى على الأسئلة اللي موجودة التمرينات اللي موجودة عندكم على النشيط بطراءة بسيطة جدا السؤال الأول بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين تحدث الشاعر في الأبيات عن مين؟ عن مصر دي أول حاجة السؤال الثاني بيتمنى وخلي بلكم السؤال اللي معمول عليه علامة الكتاب دي يعني معناها الأسئلة اللي وردها في الكتاب المدرسي ركزوا عليها كويس جدا يتمنى الشاعر السلامة لمصر في كل العصور الشاعر بيتمنى السلامة لمصر في كل العصور من صفات شعب مصر النبلة وصف الشاعر جيش مصر بأنه يحمي الجيش بيحمي شعب مصر وبيحمي أرضها دفاع الجيش عن أرض مصر يجعلها تعيش في أمان وصف الشاعر مصر بأنها أرض السلام بعد كده السؤال التاني بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة تكرار الشاعر كلمة السلام بيدل على حبه لمصر الإجابة صحيحة تم غناء هذه الكلمات في أثناء الاحتفال بنصر أجوة طوبر طبعا الإجابة خطأة تم غناء هذه الكلمات في احتفالي القدرون باختلاف بعد كده السؤال التالب بيقول لي جيش مصر يحمي المصريين ولا يعتدي على أحد الإجابة صحيحة يتصف شعب مصر بالقرم والشرف الإجابة صحيحة بيفرض جيش مصر قوته على البلاد المجاورة الإجابة خطأة السؤال السادس بيقول لي يتمسك شعب المصري بتدينه وعاداته الطيبة الإجابة صحيحة هنتنقل على النشاط رقم دال وبيقول لي استخرج من الأبيات ما يعبر عن المعاني الآتية أول حاجة بيقول لي السؤال الأول جيش مصر يحميها دائما الإجابة هو مجاوب ديت وجيش سيحمي ولن يعتدي السؤال التاني بيقول لي سلامنا على مصر في كل وقت الإجابة بيقول وفي كل وقت وفي كل حين هو عايز نستخدم بس الجزء اللي بيعبر عن معنى الكلام اللي هو كاتبودة تحية إلى شعب مصر الذي يعطي بلا حدود هقول سلام على أهل مصر الكرام سلام على أهل مصر الكرام ينتشر الأمان والإطمئنان على أرض مصر هقول سلام على أرض مصر سلام على مصر أرض السلام سلام على مصر أرض السلام أهوة أنا مش عايز عودة كتب معكم في الفيديو عشان نبقاش مطولة عليكم يتحد الجيش والشعب على أرض مصر الإجابة هتبقى سلام على مصر شعبا وجيشا سلام على مصر شعبا وجيشا ده أول النشاط هنتني المعبادة على النشاط رقمها وبيقول لي اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة نفخر بحضارة أجدادنا الأولين العظيمة وإحنا قلنا معنى كلمة الأولين معناها الأوائل وكلمة مهمة جدا وركزوا عليها عشان هتجيلكم في الامتحان بس في سؤال مختلف زي ما شفته في فصل الدراس الأول أحب سماع الموسيقى بين الحين والآخر ومعنى كلمة الحين معناها الوقت قاتل الجندي بشجاعة ونبل ومعنى كلمة نبل معناها شرف يعطف الكرام على الفقراء والمحتاجين ومعنى كلمة الكرام معناها أهل الكرام الصديق الحقيقي لا يخون ولا يعتدي ومعنى كلمة يعتدي معناها يظلم أكمل بكلمة مناسبة أجيب لي كلمة حين وكلمة نبل وكلمة كراما وكلمة الأولين إن ضم إلى فصلنا تلميز من زو الهمم فكنت من الأولين الذين رحبوا به وصرعان ما قويت صداقتنا وزرته في بيته وكان أهله كراما معي وشكروني على نبل أخلاقي معه أحب زميله زميلي الجديد وأحب مساعدته في كل حين وإحنا قلنا معنا حين معناها وقتا السؤال اللي بعد كده بيقول لي صلب حسب معنى الكلمة الملونة يعني أنا هشوف معنى الكلمة دي وأبدأ أوصلها بالكلمة دي عند كلمتين كلمة النشيد وكلمة الأمام عزفت الفرقة السلام الوطني لمصر معنى كلمة السلام هنا معناها النشيد الوطني مصر أرض السلام معناها كلمة السلام معناها الأمان هنتنيل عن النشاط اللي بعد كده وبيقول لي أكمل الجمل الآتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسين أسئلة جميلة جدا بتعمل بتنمي الزكاء والإباع عندكم وتخليك تبدأ تفكر بيقول لي المصريون من الذين استخدموا الورق وعايز جمع كلمة الأول أنت ممكن تقول المصريون من الأولين الذين استخدموا الورق وممكن تقول المصريون من الأوائل الذين استخدموا الورق الإجابة صحيحة تذكرني أمي بموعد الصلاة في كل حين وعايز مراضف كلمة وقت المراضف ده يعني المعنى ركزوا في الكلمة دي المراضف معناها المعنى عايز مراضف كلمة وقت معناها حين أتمنى أن يسود السلام بين كل الشعوب بالأرض وعايز مضاد الحرب ومضاد الحرب هي كلمة السلام نبغة مجد يعقوب في علم الطب وعايز مفرج كلمة علوم ومفرج كلمة علوم علم بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي بقى جايب لي بشرح أو عايز يعرفني القافية والتعبير المجازي ومواطن الجمال وأنا شرحتها في شرح النشيد وهتلقوني سيبالكم للينك بتاع شرح النشيد في صندوق الوصف إن شاء الله بيقول لي أول حاجة لازم أنت تبقى عارف تميز بين حاجة اسمها الإقاع الصوتي اللي هو القافية وبين التعبير المجازي الإقاع الصوتي اللي هي القافية اللي بيبقى عبارة عن توخفك الكلمات في آخر الأبيات في الحرف الأخير زي مثلا كلمة أهل مصر القرام وكلمة مصر أرض السلام كلمة الكرام وكلمة السلام لو جيتوا ببصوا هتلاقوا الكلمات دي فيها إقاع موسيقي في نهايتها بتتوافق الكلمات في آخر الحرف الأخير من الكلمة اللي قدامكم الألف والميم وكلمة السلام في الألف والميم وبعد كده كمان بيتكلم على التعبير المجازي وبيقول لي في التعبير المجازي ده إن هو عبارة عن استخدام ألفاظ في غير معناها الحقيقي علشان تدي جمال للنص أو تدي جمال للجملة اللي أنا بقولها زي مثلا ما بيقول كلمة سلامنا على نيلة مصر ده اسمه تعبير مجازي بيقول لي هنا اقرأ الأبيات الآتية واستخرج منها الكلمات التي لها التي لها النهاية نفسها مع إشراكة كل صباح يستيكز جد الفلاح يذهب للبستان الغالي يعمل في جد وكفاح يقطف تينا يجني عنب ينشر في النياس الأفراح وعيزني أستخرج الكلمات اللي لها نفس النهاية في النطق أو لها نفس النهاية في الحروف عندي مثلا كلمة صباح وعندي مثلا كلمة كفاح عندي كمان كلمة الفلاح وعندي كلمة الأفراح كل دي عندي اسمها الكلمات لها إيقاع صوتي أو بتتطفق في القفية أو لها نفس نهاية الحروف في نهاية الكلمة دي الكلمات اللي هو عايزني أستخرجها بعد كده بيقول لي ضع علامة صحة أمام التعبيرات المجازية في الجمل اللي موجودة قدامي دي الجيش سد منيع أمام المعتدين ودي تعبير مجازي بيصور الجيش بالسد دي أول حاجة تحتضم مصر مؤتمر السلام وده تعبير جماء مجازي بيشبه مصر بالأمة التي تحتضن أبنائها النيل هو قلب مصر النابل ودي تعبير مجازي بيصور النيل بالقلب الذي ينبض في جسم الإنسان يقدم يشرب المصريون من النيل ده تعبير حقيقي احنا بنشرب من نهر النيل رقم خمسة بيقول لي يقدم العلماء علما يضيء حياتنا وده تعبير مجازي بيصور العلم بالنور الذي ينير لنا الطريق مصر أهل القرم ده تعبير حقيقي بيشبه مصر أو بيقول لي أن مصر من صفات أبنائها القرم موجود بعد كده آخر حاجة عندي في الأسئلة بيقول لي صل مواطن الجمال في نشيد بلادي بما تدل عليك المثال ونقدر من خلال الأسئلة اللي هو الوصف اللي هو جايبه والتوصيل ده نحن نحفظ بقى مواطن الجمال اللي موجودة في النشيد بتراءة بسيطة بيقول لي في كل وقت وفي كل حين كلمة وقت وكلمة حين دول بينهم تراضف يؤكد المعنى يعني كلمة وقت معناها حين يعني الكلمتين بمعنى واحد وهنا فيه تراضف بيؤكد المعنى وبيوضحه سلام على مصر شعبا وجيشا ده تعبير جميل بيدل على ترابط شعب مصر وجيشها الجيش والشعب دية اسمها قوة مصر المتلاحمة في جيشها وشعبها التعبير ده تعبير جميل بيدل على ترابط شعب مصر وجيشها رقم ثلاثة بيقول بلادي 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 إسلامي وتكرار الشاعر بيوضح شدة حب الشاعر لمصر تكرار الشاعر لكلمة بلادي 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 تكراروها بيدل على شدة حب الشاعر لها آخر حاجة عمدي مصر أرض السلام وده تعبير جميل بيدل على أن مصر موطن السلام والتعبير ده مهم جدا نركزوا عليه علشان ممكن يجب لكم الكلام ده كله بس على أبيات تانية في شاعر تاني بيتكلم برضو على حب مصر وده كده أكون أنا قدمت معاكم شرح كل الأسئلة اللي موجودة على نشيد بلادي اسلامي من كتاب سلاحي التلميذ لربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي ليكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة زهرة